تفقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مجموعة من مواقع العمل ومنشآت الهيئة الرئيسية بمحافظة السويس تأتي الجولة التفاقدية في إطار الاطمئنان على سير العمل والمتابعة الدورية لتقدم الأعمال بترسانة بور توفيق البحرية على وطن على الوقوف على مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي وطلع رئيس الهيئة على مستجدات أنشطة الترسانة في مجال بناء السفن وفي كلمتها أعرب رئيس الهيئة عن طاقته فيما تتمتع به ترسانة بور توفيق البحرية من مقاومات هامة نظرا لموقعها الجغرافي الفريد وما تمتلك من كوادر فنية مدربة وأكد حرص الهيئة على الارتقاء بالمستوى الفني للترسانات التابعة لها من خلال إمدادها بخبرات جديدة